السلام عليكم كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن طبيب التجميل الشهير في المغرب الدكتور أكازي الذي هزت قضيته الرأي العام الوطني نفى جملة من الاتهامات الموجهة إليه وضنها الاتجار في البشر ورمى بالكرة في ساحة زوجته وشقيقه وحسب نفس المصادر فإن الدكتور المعنية أكد أثناء التحقيق التفصيلي معه أن عمله لا يتعدى قاعتي الفحص وعمليات الجراحة التجميلية ذات المصادر كشفت اتهام الطبيب لزوجته باعتبارها المديرة المالية للمصحة المملوكة له والمسؤولة عن كل ما هو مالي في حين يتولى شقيقه كل ما هو إداري بما في ذلك تتبع ملفات المرضى رغم تشبث طبيب التجميل الشهير في المغرب بأنه لا يعلم بما يحدث داخل المصحة التي يملكها خاصة ما تعلق بالمجالين المال والإداري إلا أن زوجته أكدت أثناء التحقيق معها أن زوجها على علم بالشق المال للمستشفى بل بما يحدث داخل المصحة المعروفة بالدار البيضاء وأكدت ذات المتهمة للمحققين أن جميع القرارات التي تتخذها سواء هي أو شقيق زوجها تنتظر موافقته قبل الشروع في تنفيذها شكرا على المشاهدة ندعوكم لأشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد